السلام عليكم كديرين لبس عليكم كنت أتمنى تكونوا كاملين بي خير وعلى خير انتم ما كتتوفوا هذا الفيديو مرحبا بكم فيديو جديد في القناة كيف ما كتتوفوا وقت بديت معكم هذا الفيديو بالنهار اللي كان وصلني الفراج دي للصالون اول ايطابة اختبدينا بها اللي هي العود ومهم كنت شاركت معكم هنا يفجع عندي النجار وجاب لي العود كالترور يختمي نشارك معكم وانو اتقد اللحظات هذا سوف نشارك معكم حتى لهاك الشكل نهائي بعد ما يقدلين نجار هكذا كالترور لخصوية تمنطة بحل الطبلة هكذا نجابها مفصلة لحسب تخصوص ونشارك معكم السالون ونريكم تخليوا لي الاراء بالنسبة للبنات اللي يقولون لي شاركوا معنا هنا انا نشارك معكم كل شي التجربة ديالي كاملة ونحن فقط وكما نضيف الزباف السالون سواء العبار ديالسالون وعليش نعطيكم العبار ديالسالون ليتخذوا فكرة وكما تنظروا لما ايضا وعليش حال طبعه انا سوف نشارك معكم كما ينشارك معكم ومن بعد سوف نعطيكم لا تخافوا أن أخيكم مناسية سأقول لكم كل شيء في حال تقامش عليها وكل شيء فين سايبتها بيانسوغ بالنسبة للبناء التي تسولوني على نجار لبناء النجار كيفما قلت لكم ذاك المرة سيدة راه صاحب البابا وكنعرفوه غير هو ما كانش في كازالبناء كانت في السبيت أنا راك أنت بيجي عنده السبيت ووريته الموضل وفاهمت معالي التعمل وهو كان جي عندي واخد العبار مهم هذا هو السالون هذا هو الشكل السالون ديالي كانت منا تقولوا لي كي يجاكم ومهم أنا هنا بقي هوية كل مغلف بالبلاستيك ما بغيتش نحيط له البلاستيك بش ما يتكرفس ما نفرش إن شاء الله غنشارك معاكم حيات هنا غير بش تشوفوا معايا الموديل اللي درت هاد الموديل اللي بناء هو اللي كانت بمؤخرا تندنس عجبني علاج حيتش سامبل وثاني حاجة أنا متن بغيش الحاجة اللي مصبغة كان بغي الحاجة اللي مفيرني لأن العود فاش كي تسبغ إلا تقشر لك غسك تعوديه في سباغة إما الفيرني راح له سهل 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 بش يتعاود إلا تخبشت لك هكي شي حاجة تدوزي لها رغير غالية نجار الخل والزيت البلدية كتديري هكي شي شيفون وكتقيت مسحه مزيان العود هكي لتخبش لك هكي حاجة بقيت مسحه مزيان راك يرجع كيبري مهم هو قلها لي غير بش تديرها بقيت مسحه مزيان مهم هذا هو الصالون هذا هو الموضل اللي درج أنا أنا ما بغيتش ندير النقش الصراحة ماما قاتلية ما عندك ما تديري بي لأنك تعاني مع النقش دي مالغبرة داخلها في ذاك النقش وفي نفس الوقت أنا بغيت ندير هكي شي حاجة اللي بلدية رومية شي حاجة ممشي اللي اللي هكي موضل دكش علاج بالنسبة للصالون أنا ما عنديش كبير بزدفل كيف ما كتشوفو فهدرج هدلي يسافح لها شكل تومانية هكا كي قولوا ليها طبالة تبارك الله سايبها لياسحي حزوينة وقدرت هكا جوج دي الطبيلات صغير ورين مهم كيف ما قلت لكم ده بها تكون وبقي مغلف بالبلاستيك أنا بغيتكم غير باشتخذوا فكرة و تشوفوا كيف هجا وإن شاء الله حتى نبغين ندير لطلاع مطاعد غن نحيد البلاستيك حتى البونج إن شاء الله فاش غادي نجيبه غنخلي بالبلاستيك دياله باش هكا ما يتكار فضلك الشي ما يتغبر مواله صراحة يجبني الشكل أنا كنت اخذت غير تصور هكا من انستغرام وكنت اعطيتو هكا كن بارتاجي معاكم هات شي بالنسبة للبنات اللي مهتمات واللي غدين يفرشوا الصالون تقدروا في حلاكاية هكا خوضوا الموضيل اللي بغيتوه ودوا النجار اللي غدتتعاملوا معه غير ديما نقولها لكم البنات تسولوا على راسكم أنا هات سيد اللي تعاملت معه وخلاص عمام معرفوه لكن راتتعامل هذا ليتامان عادي سواء تعرفوه سواء ما تعرفوه غير أنا مشيش عنده لأنه عارف عنده الصح لأن ماما صيبة عنده صدادر للدار كاملة سينين هاتي زعما باقي اللي ها زوانين مهم فاش يبغوا تصيبوه شي صالون ولا تصيبوه هكاش حاجة في الدار سولوا على راسكم لأنني أنا فاش كتكن سولوا كل واحد والتامان اللي كيعطيني راكين فرق كبير سولوا مزيان على راسكم عاد هادك الساعات سعرفوه راسكم فين غير تصيبوه مهم اختيانا وفيت بكلمتي وشاركت معاكم هنا خطوه بخطوه كما قلت لكم نبقى نشارك معاكم كل حاجة خطوه بخطوه وحاجة اخرى اللي بغيت نشاركه معاكم هو الطابلو اللي قدرته هنا كوندرتوه شهر هاتي والكاملات هاتي فكرة بالنسبة للناس اللي عندهم هكا مكانت ديال الدار في حالك في قلب الدار هذا البناس يجبوه بميوتس اندرهم مهم حتى نسوه لكم راجلية معقل شوش من فيسبوك ومن انستغرام مهم وحد الصفحة يبيعوه الزوين وصحيح عفتوا البنات انا تصدمت في الكاليتة ديالو في خبركم هذا رازاج الطابلو ديال الزاج وتقيل صحيح وكيفما شفتوك يتجليسة يعني ماشي كل مرة إلا بغيتوا مثلا تطلع المغانا لا تطيحوها تبقى و تحيدوا الطابلو ممختي دا فسالينا الصالون و اجيوا معي و اجدوا العشدية اليوم اليوم سوف نشارك معاكم عشيوتي مهم انا باش نشرح لكم الفيديو ديال اليوم كيف يفجزة بعضها الفيديو ديال اليوم او مهم قلنا اصلا مع النجار قلنا لي يجينا مع زمن مع هاد الوقت هادى واحد شوية سوف يجي نجار جاب لي ناس دادر كنت صورت معاكم فاجا نجار ولكن دا كل اللقطة اللي صورت ليكم هكا شكل ديالصالون صورتها الغدالي لانه كان صافي طاحة دلام وابقيش كيبان مزيان ومن بعد عديد مصابي نشارك معاكم ونظر هذه الأسود لكيه سهلة شاهدتها أولا لكم ولم نرى حين أحد من الخدمة نحاول تنصر هذه الحوجة التي تكون بنية وفي نفس الوقت سهلة بالنسبة للقغاطة اليوم سنحتاج إلى مكونات البطاطا والبصلة اليوم بالضبط ليس لدي شيئ للأسود ولكن هذه القغاطة سأضعها بحالة كايسة وشارحها مرة أخرى لا يمكنك أن يكون لديك كايسة كفتة واللحم والدجاج أرغي الخضراء قادية الغرض و قلت نشاركها معكم حتى تجدها سهلة و تجيز وينها و يمكنك تشدوا بطاطا تسلقها كمعة مليحة من بعد هنا أخذت واحد البصيلة قليتها كايسة في الزيت مع غير الملحة و البزر و كامون سأخذت المول الجالي الذي سأضع بطاطا في الفرن سأضع البطاطا سأضع البصيلة و كيف تشاركت معكم في سايب تحت لاصوس بي شامل طريقة لاصوس بي شامل سأضع كل شيء سأضع الحليب الدقيق كل شيء يضع زبدة و سأضعه في البطاطا لم أشاركت معكم كما قلت بأنني مصورة معكم في الفيديو اليوم و صورت معكم السالون قلت نشارك معكم حتى يراني دائرة اليوم لكي أقوط تحت في الفيديو كنت حايرة و ما أعرفه سأضع هذه القطا سأضع البناج و سأضع البناج و سأضع البصيلة لا تقوم بطاطرة فأنا نستخدم البطاطرة و سأضع البطاطرة سأضع البناج أو غالية السابق و دائرة سأضع البناج سأضع البناج وسأضع بتفضل سأضع البناج وسأضع البناج لأعلم البناج سأضع البناج و لم أكن أعرف ما تطيب هذه المشكلة نعانيه منه كامل هذا هو المشكلة لي لم أكن أعجز على الكوزينة و لكن لأفتها لأنني أعرف ما تطيب الله كنت أفكر كنت أقول يا رب يأتي أحد يقول يا نود يأخذ هذا وهذا سوف ننود و لكن لم أكن أعرف ما تطيب و نبقى حائرة و نبقى نبرتجه معكم مرة مرة هكذا حتى يبقى لك في بالك ربما الفيديو يتصادف مع ذلك النهار الذي لم أعرف ما تطيب فيه و مهم الفيديو اليوم لا سوف يكون طويل في الكثير كيف لا أعرف أنني كنت غابرة و لكن نحاول نرجع لغيت و نرجع و نأخذ تصوير و لا سوف نرجع لها فقصة التي كنت تحبس صراحة تحبس سوف نحاول نبقى هكذا نحط معكم فيديوهات كل سمانة على الأقل لا نرجع لها و لا يمدون و لا نقوم بها و أختي لأنني لا تسهل الخدمة يوتيوب لا تسهل 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 و لا تسهل لك لديكم القناة و في صندوق الوصف و في اول تعليق متبت اللي توحشتوني دخلوا على صفا أختي رتايب حالي رمب دلغت دارة انوية تقريبا عندنا نفس الطريقة نفسكوشي بزاودي اللي بناتك يقولون لي صبح الله لعدم كتشابه في الهضرة وفي الصوت وصف غاية بزاف كانوا كيقولوني نقبل من يوتيوب الهضرة دينا شوي كتشابه الطريقة دي الهضرة ومهم كما قلت لكم إلا غبرت عليكم وخاما غبرت عليكم دخلوا تفرجوا في صفا أختي راها مستهيدة ما كتغبرش كتحط لكم الفيديو مهم كانت هذه القراتان دي اليوم كانت منها أنكم تجربوها وقسمت بلها البنة تبنينا والله هي تجي واعره أعطي ذاك البنة دي البصلة هكا مقلية مع ذاك البطاطا بنقوش لكم أختي يا سعلا مغي تجربوها غدي تعجبكم وأهم حاجة ختيك توجد ضغية ضغية مهم كانت هذه العشوة دي اليوم كانت منها كما قلت لكم هكا ينكن أعطيتكم فكرة اللي كنتوا حيرين ما عارفين ما تطيبوا ولكن تتعرفوا لكم قاع لكم تقاع كتعرفوا تطيبوا هكا لكي غطان دي البطاطا أصلا نرى كمشي معها كل شيء إلا عندك هكا كفتا ولا عندك صدر دي الجاج ولا هكذا تقدريني أنا في حالك يا فشك تكون عندي كفتا ولا صدر دي الجاج سوف نشحره مع البصلة إلا ما كانش سوف نقضي الغرض بهذا الشيء اللي كاين أختي مهم كانت مني يعجبكم فيديو دي اليوم أنا مني سألغت هذه العشوة سألغسل هذه المويعناتها وسألغسل لي واحد تيزان ونقلز مع راساتي لأن هذا هو البوز دي اللي يكون عندي في الأخر دي النهار أحسن الله هذا عندي في النهار كنقلز نقلز نجمع أنا وراجلي شميان تعاودوه راكم عارفين نهار كامل في الخدمة هو في الخدمة وأنا في الخدمة ضروري مكن ما تجي واحد لوقيت اللي كتبقوا تقلزوه قطعوه بوزات تجمعوه راكم عارفين مهم يجي واحد البوز دي اللي في النهار ضروري خشي ما نرتاحه أنا يمكن بغيش نبقى نهار كامل تعمارة الكوزينة الخدمة في الأخر نحتراتي نعز كانت ضروري نخصص لي وخيغي وحتى السويعة في النهار هاكا نقلز نتفرج فيها ولا ندير فيها هكي شيء حاجة نطلق في رأسي مهم نحس براسي أنه مدس تشدك 24 ساعة دي النهار كاملة بلا من نكون فيها أنا ما عندي تشي بلاصة فيها ندير هكي شيء حاجة اللي كتعجبني زم في النهار كامل مهم كيف ما شفتوا معي هنا اختوجت لي تيزان وهذا يمشي نقلز نتفرج في فلاصة دي اللي يراني متابعها كنتمنى حتى انتو من نهار دي اللي يكون دايز بيخروا على خير وكنتمنى يكون اعجبكم فيديو دي اليوم ما تنسوني شختي متعاليق الزوانة ديالكم مرحبا بالبنات الجداد بنيت الجداد اللي يدخلوا عندي مؤخرا وصحابتي الغزالات اللي متبعيني من ديما شكرا لكم على الدعم شكرا لكم على الحب ديالكم كنتمنى هاد الفيديو يعجبكم ومتعكزوش اختيبوش تعبرو لي للحب ديالكم في التعاليق كيفما ديما وراني كنجوب كل شي اكيد ما كان مستشي واحدة والبنات اللي يخليوا لي القليبات شكرا لكم على خطتكم عليها حتى انتو مختيبة تنسونيش في القلوبة ديالكم وبسلام عليكم تلقوا فيديو جديد ان شاء الله شكرا لكم شكرا لكم اشتركوا في القناة